عمر عبدالقادر اهلا بك في بودكاست بستوري من اكتر الحلقات اللي انا كنت متحمسة جدا لها صراحة مش عشان احنا صحاب يعني ما عرف كيش خارس احنا اون مرة نتقابل بس قصتك من القصص اللي انا انا شخصيا يعني بحس انها قصة ملهمة بشكل كبير جدا لانها قصة ممكن ندرة جدا فاعتبر مش قصة بتحصل كتير يعني مش حاجة common عليهم ما بيش ندرة عاولي بالعسف يعني بس طبعا لازم حتى دارك كوميدي متنظرش يعني بس انا يعني احنا عرفنا بعض بقالنا فترة بقالنا كذا سنة ودايما كان عندي في فضول اسألك اسئلة معينة ما جاتش فرصة انا اسألها لك قبل جدا ممكن نقولها مش اسئلة على قد ما هي يعني تفاصيل نفسي اعرفها عن القصة عشان عارفة قد ايه ممكن تكون كانت ما جدا مجلسة و و رحلة طويلة لدي 것 نحن كنا لسه من قريب قوي بنسليبريط ان انت جيناس ورخور في الموصل دي حاجة قصر يعني بالنسبالي كانت هتكلم from a very human perspective كانت حاجة كبيرة جداً حاجة قصرت فيها جداً ومبسوطاً أنا كنت جزء من الرحلة دي وكنت موجودة بشوفك بتحقق يعني بتحقق حاجة زي كده you made us all very proud بس أنا عارفة برضو ان انت عشان توصل لده الموضوع ما كانش سهل وكترحلة طويلة فيها تحديات وصعوبات كتيرة عايزين نتكلم فيها شوية بالتفصيل النهاردة مش من علوش فعايز ارجع معك لتاريخ انت اللي هتقولولي تاريخ محدد كان life changing بالنسبة لعمر عبدالقادر تغير فيه حاجات كتير قوي وهاني هنجو ثرو شوية شوية التفاصيل في اليوم ده مع بعض مش يعني مقدمة كبيرة او انا مش قابدها بس اجان انا عارفك من فترة ومكاسب اللي واحد تاريخ بيها خلينا نقول في second life time اللي هو تحط فيه ده بلس بس اجان كان حاجة اجان كان هالكرو داي وكل الناس اللي عملته معي يعني هم مجرد عليه اسمي بس هو جد بش بتاعنا الواحد مطادع الدور محاول يعني اوهاد بس مش دايما تعودش على كده تاريخ 4-6-2016 كنت مسافر مع صحابك رايح السخنة كنت بخلص خلاص في الجامعة وكده هندسة او جي و سي وبتاع فزعل يعني وكنت الشاب متفوق برضو قوي يعني ممكن كان فيه اصلا داوتس ان انا اتخرك في معادي وقصص وفي المعرب او يمكن اهلي ما يعرفوش نص الحاجات دي بس فاللي هو خلاص لما خلصت اخيرا بقى لقد هارمنا اخيرا اه فكنت رسا مخلص بتاعي بتاع البتشلر بس وكنت طالع انا واصحابي يعني مؤجرين يخت في السخنة يعني طالعين انت احتفلوا بقى طالعين انت احتفلوا بقى طالعين انا طلعت انا نفس الطريب دي قبل كده عملتها كنت ما شوى واصحابي قبل كده اعكش اصلا انا اللي مزبطها يعني ايرونيكلي انا اللي مزبط كل حاجة وانا اللي متفق مع الرجل وانا مسيطر في السفرية يعني بس دا كانت يعني ايه اللي حصل بها اليوم دا انتو روحتو قررتو تاخدو مركب تنزلو ل ايه اللي بتبقى جاني ان احنا في المفروض انت بتقضي يوم كامل في البحر انا شخص بحب البحر جدا يعني بحب الماء عمات ما حب العوم يعني ما كنتش برضو ساعتها يمكن كنتش عويم قوي يعني كان عومي على قد خالص اللي هو ما بقرقش بس يعني فهم لو عمت مترين بعيدة على المركب مثلا انا هنهج وهارجع وهقلق قطيسة وهارجع يعني فبنقضي اليوم في البحر انا عدت في البحر شوية بعد انت لعنا فطرنا وعنا عادة رزيزة بعد كده اراون تقريبا يعني لو ذكرتي تسعفني يمكن اتنشر الضهر الوقت دا كان تقريبا انا حبارة في الماء مثلا يعني في المركب من سبعة صبح و ثمانية صبح اول اليوم فتقريبا حوالي اتنشر الضهر كنت خلصت الفطار وانزلت المركب تاني كان معي واحد صاحبي صاعتها فخلص كنت طولت بقى عدت في الماء شوية حلوية مثلا انا فاكر اظن يمكن عدت نص ساعة او ساعة كاملة في الماء بقى مش احاجة بس اعاد كده وابسوط مش عايز حاجة كده ولا بعوم ولا بروح ولا برجع ولا برجع بس خلاص كنا بدأنا خلاص يعني اللي هو نتعب ونزهق فخلاص يلا نطلع هو صاحبي كان الحمد لله كان قريب من المركب قوي فاطلع انا لسه اللي هو بتشيل كده هو في مكاني شوية لحد ما يعني قبل ما بدأ اطلع اروح نحية المركب كنت خلاص 5-7 متر مسلا مش كتير بس مش قليل برضا خمس ساعة متر ده مش حاجة انت يعني كاتشين ثلاثة مفوت توصال يعني بس في نفس اللحظة دي كانت بقى ايه حاجة غير متوقعة تماما ما بدأتش على طول بين يعني انا بقوم انت على طول انت بتفلوت بتعملي زي عجلة في مكانك ففي حاجة عامت ما بين رجلي يعني عدت بطولها بين رجلي فانا حسيت يعني هو بتاعه حسيت بيه كله فحاجة نعمة قوي وبردة جدا ساعة جدا فانا مستقبل ازاي احنا في عز الصيف وفي المية وحاجة ساعة بس طبعا تفكيري كله دايريك رايح لي ايه دولفين او سمكة كبيرة مش حاجة اكتر من كده مش متخيل طبعا بس طبعا فضولي فانزلت براسي خطست كده تحت عشان هشوف دا ايه حتى كان كزا حد يسألي بعدا يقولي انت كنش لابسنا نضارف ميا فتحت عينك اه فتحت عينك في مية البحر قلت لهم يعني هي حاجة اصلا انا ما حسيتش ان انا بعمل كده وما حلقتنيش ان انا كنت يعني في لحظة لا انا عايز اعرف ايه دا استغرف فنزلت فشوفت واحد منهم وهو خلاص من الجنب كده وبيعمل يوترن وراجع وراجع جيتنج رادي يعني فهما كانوا اكتر من واحد كانوا اتنين اوه فشوفت خلاص وشايفهم من السايد شايف الفنز شايف التيث عرفت خلاص دا شارك يعني مش محتاج اكسبرت عشان يقولي ايه حيث تاني ايرانيك ان انا كنت في الطريق واحنا رايحين واحنا مسافلين السخنة كنت بقولهم مفروض تعمل ايه يعني او اللي عرفوا تغيرتك اللي مفروض تعمل ايه لما يبقى فيه شارك في القريب وانت عارف المعلومة دي بالصدفة عادي بالصدفة قريت عنها يعني دايما يقولك ايه تستي قلم وتبضل استيل في مكانك عشان هما شاركس بيسنسوا اكتر الموفمينت بيسنسوا اكتر فيبريشنز فانت اليوم ده؟ اشتر المعلومة دي اللي هو تسدي؟ اشتر المعلومة دي وانا ممعرفش حيط فطبعا مجبت ما يجي وقدها لا يوجد موقع اللي انا قلته ده لان هو خلاص هؤل About Me وأنا في مكاني وبتحرك فخلاص مفيش فائدة ان انا افضل ثبت في مكاني ده كان تفكيري فخلاص هبدأ ان انا استعد ان انا عام من نحية المركبة لسه هبدأ عام فكان التاني ده بقى اللي انا ما شفتوش كان ورايه وتحت شوية فمسكني ساعتها من رجل دي كانت البداية مش عارفة حتى يعني مش عارفة تخيل انا قصة شخصة بخاف قوي من البحر يعني بخاف من ان انا بقى في حاجة مش عارفة ايه اللي تحت بيحصل لان البحر فيه عالم تاني عالم اخر يعني فمش قدر تخيل انت ممكن تكون حسيت بايه او ايه او رصات جات في دماغك طبعا كل بتاعك بتكيك ان خلاص بقى انت لازم تبتدي تشوف انت هتوصل ازاي وهو اول واحد اتاكت مسك رجلك اول واحد اتاكت مسك رجل الشمال يعني امست مدن نيت بالظبط كده اوكي اا اول مسكة دي او اول عضة دي يعني انا كان نت سكيلت يعني ما افش احضر لك مثلا فم وان تو تن البنت ريشلد كان ايه ولا راضي ايه ان هي حاجة انا مش مش مستنيها قصة مش عارفة ايه هتحصل ايه ايا فبس دي كانت يمكن اكتر مرة تواجعت في حياتي في حاجة ايه الله اعلم سوفور يعني بس دلنا لا ان شاء الله ما يبقاش لا عادي يعني حاجات بتحصل من وتوقعها اوه في اللحظة دي انا حتى بس يعني ما صرختش مع عملتش صوت معلتش ايه حاجة وعرفت الكلام دي يعني انا كنت ده اللي فاكت انا عملته اتاكدت من كده من صحابي بعدين بعد ما طلعت يمكن كانت نعمة وفي نفس الوقت نقمة من ربنا ان انا كنت conscious throughout the whole process يعني ما اغماش عليك ما فيش black out مفيش حاجة دي كانت نعمة ونقمة في نفس الوقت نعمة عشان دي الحاجة اللي انقذتني نقمة عشان ان انا فاكر كل single detail which is حاجة برضو في نفس الوقت نعمة انا مبسوط ان انا فاكرت انا هتجعلك في النقطة دي هبقى عايز اعرف انت كنت مبسوط لانك فاكرت بس اعايز اكمل معيك what happened next اول shark attacked مشك الرجلي او شعكة تاعك مشك الرجلي الشمال فاعدنا هو بيبقى ايه بيبقى يعني ميكا لازم بقى ان ام عايز يعمل تست بايت ان هو ياخد بايت ويمشي بس هو ماسك حتى في هبون فمش بتكسر بسهولة بقطع بسهولة فبدأ ان هو اما يحاول ياخد بايت اما يحاول يشدني تحت فبدأت ان انا بايه بنزل تحت كان تركيزي كان جزء برضو ساعتها تاني دي حاجة من ربنا ان انا كنت عشان برضو conscious كان دماغي بطريقة مرعبة يعني كان عقلي وزهني حاضرين كنت بفكر اعمل ايه او ما عاملش ايه دي حاجة لا هي قوة خارقة مني ولا بتاعنا مقتنع ان هي حاجتين حاجة قدرة الهية يعني ودعى والدين فكنت بفكر وبعمل بحاول ان انا بسيف ماي انرجي فما صرختش ما صوتش ما عملش اي صوت لاصحابي انا اصحابي صوت له فترة مش عارفين انت اصن انت اصن انت اتاكت اساسي خلص ان هو كان تحت السيرفس وانا مش بعمل اصوات بنزل واطلع بس ليه انا كنت مركز باخد نفسي وانزل واطلع تاني وانا مش عايز ابلع مية وغلا فدي كانت سبحان الله واو فعدت شوية كده لحد هو بحاجة بانزل واطلع انزل واطلع بس فبدأ انا بدأ ايه غير التكنيك لما يبقى الكلاب مثلا ما تديها زي التشو توي دي ويقعدو يجزو فيها يروح يمينو شمال هو كان بعمل نفس الحركة فانا بقيت ناسكني وانا كان لعبة بسيطة خلفة جدا طبعا افقى مني واسرع مني وكل حاجة مني بيقتو الطبيعية كمان فبترمي عالمية كده غير مينو شمال اه زي اللي منشوفه في الافلاني زي منشوفه افهم بس الجزء اللي ناقصه ودايقني فترة ان انا ما شفتش بقى ما سمعتش مزيكة في الباكجراون ما سمعتش دن 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 وفيش حاجة بتلفه فيش اي حاجة حصلت يا جماعة ليه كله جي مرة واحدة وفيش تك بس فقعدنا نعمل كده وفي نفس اللحظة تقريبا بدأوا بقى صحابي طبعا يلاحظوا اصلا كان قبل اللحظة دي على طول كانت واحدة مصحابي كان على فعال مركب كانت تذكر ان انا ده دولفن وبالعب معاه فكانت لسه تمسك عوامتها وتستعد وتنزل بعدين بدأوا يفهموا انه بدأوا يفهموا وانا قالوا لي ان انا برضو مش فاك ان انا عملت كده في الحتة دي بس قالوا لي ان انا في الحتة دي قلت يا جماعة زعقت صوتي كده عشان ابدأوا نعم فبدأوا يركزوا في خشفه وقدين بدأ بقى طبعا يطلع على الوش طبعا انا اسف لو القصة ممكن تبقى سنسورت شوية وبتاع لبعض الناس او يعني بس هي محتاجة تقيل تفاصيلها شوية يعني انا عارفة انها هتبقى تقيلة بس الواحد لما بيتكلم عن الحاجات من على الوش قير لما بيتكلم في الاكتوال هابننجز اللي حصلت بحس انها ممكن 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 حدي بمحتاجه اتمنى اتمنى وانا يعني انا اسفة ان احنا بنتكلم في حتة مش مريحة بتفكرك بتفاصيل صعبة بس اي بليف ان ربنا بيختار ناس لامتحانات من النوع ده يعني انت تختارك بمرضا بس او يعني يعني في الحكم اكيد موجود يعني حكم اي وطبعا اا اي بليف ان في حكمة اي بل في حكمة اي بل في تابس اصديق اعمرنا ما بنعرفها ودي حيبة مهمة اوي وفرقت معي جدا ان انا لما اقتنعت مرحلة ان انا عارف ان في حكمة بها اند اللي حصل ده اا اعرفه متؤكد وعندي امام كبير لما اقتنعت وان مش بالضروري اعرف الحكمة دي دلوقتي ما كانش بالضروري ان انا معرفاش ابدا ده رايحني كتير. ان احنا في حاجة ده اللي رايحني. ده رايحني في كزا حتة ممكن موصل طلعهاش عطول. بس ده اللي فرق معي. لان كتير قوي الناس احنا بنسحل نفسنا في ان انا لو حصل حاجة بعد كتير لازم اوصل للسبب وراها او الحكمة الالهية او ايا كان الحاجة اللي خلت الحاجة دي بتحصل او ايه بتاعي في الحياة. بس بعدين وترعوت السنين ومعادت افكر ومعادت فوقف كتير. عرفت ان هو مش بالضروري اعرفها دلوقتي. ومش بالضروري عرفها خالص. خالص. ممكن عادي سنة سنتين تلاتة عشر الله عالم اموت وما بقاش عرفتها. مش حاجة طبقية. شون ان معارفين كل حاجة. حكمة الهي. هي حاجة مش بتاعتها. نا بزروري. فيما ايه بيس بدأت الان اقتلافها. طب هنرجع بس تاني للسيكنس الاحداث. ان انت بدأت se fight for yo life. وكان الشاركي التاني. الشاركي التاني كان موجود. بس. متفرق. لا بتفرقش. هو كان بيلعب. بس انا ما كنتش يعني. مش مركز معين مش مركز معين ان هو الثاني يعني مش عارف عشان متحرك مش عارف يملكك مش عارف يملكني بس انه هو يعني 30 غرزة هنا وعورك جامد عورني جامد بس هو مش عارف يمسك فاق ووسيلت المركب ازاي ولا تطلعت ازاي ما هو عادنا بقى في الحتة دي خلاص انتي انا قلتلك اول عضة دي كانت مؤلمة يعني ألم فوق الحدود بالنسباري ممكن يبقى بالنسبار حد تاني محتمل بس بعدها الأدراني اللي بقى بيكيك ان انا اجان بقولك بفكر عملية فا اول خاطب انا كنت بحاول اسف انرجي بحاول فمش بسوط مش بصرخ مش بحاول ان انا مغرقش حد ما شوف اتصرف ازاي بدأ بقى ان هو يرمي يمين والشمال دي فاسحابي بدأوا يحاولوا يرمولي لواء عوامة بحبلك مربوطة في المركب عشان يشدوك مثلا عشان ان انا هروح اوصل لها امسكها ويشدوني فهي بتتريمي طبعا حتى ما احملها منها بكل خواته بتوصل قدامي مثلا بمترين ثلاثة بس تلا هيافتو دو قبتو بقفت عشان اوصل لها يعني فكل ما اجي اعوم عشان اوصل فهو بيبقى اتسان بوينت انا كنت حاس انه هو بيتوي وادمي اللي هو يروح يرخي شوية رحس ان انا خلاص اتحررت فابدأ اعوم اروح شديني تاني فاجان فضلنا كده احبه ان انا انا احاول اروح وارجع اروح وارجع نفس القصة فدي طبعا ما اجدبش كانت محبطة ان خلاص يعني انا عمال احاول وعمال افرق بس مش بنتيجة بعدين عادنا في الستراجل ده حبه يعني البروسيس ممكن تكون عادت لها تلات او اربع دقايق وقت مهول يعني تلات او اربع دقايق دي كأنه اص ساعة في العادي متخيلة فبس دماغي دماغي انا لما يعني في وقتها لما حصل اول مرة اول ما حصل اول عدة دي انا بقول لا لا دا اكيد مش ارش اكيد مش ارش يعني تره فبسني كاني ابقاء لي او م به فدناغي عمال اقول باكيد حلم اه اصحب بس اه بس في نفس وقتها مش اصحب وفي نفس الوقت enzyme يعني مش حاجا اكيد انا بحهم بها بس فدناغي بتفكر كده regional بس اه انا كنت بقى ايه خلاص بدأت دروخت شوية نزفت دم كتير طبعا فلما اروحت المستشفى تقيم ان مجلوب بتاعي كان ثلاثة ونصلا قبل كده كان ستاشر حي كده فنزفت طبعا كتير جدا فبدأت دروخت بدأت خلاص اجيب اوب بيشدوا العوامة هما من هنا وانا في نقطة هو بيسحبني بعيد اه فالله هو يعني بدأت اه فانا شايف مركب بيبعد بس راسي فوق المايا فبتشاهد بسوط عالي فاصحابي سمعيني ولأ ومش لأ وبيزعقوا عشان انا بس انها فوق يعني بس انا مش سماحهم انا في اللحظ دي بدأت اللي هو الايه لما تبقى حاجة حوالكي خلاص كده وبيسفولنس وانا تمام انا حاولت اعمل علي بس ما ربنا مقردش يعني ما عبكتش ففي اللحظة دي اه اه قعدنا ان اه اه قعدنا ان ان ايه فاوه في وايه كله دي كان يبزي عن المايا عمش سامح حاجة مش مش شايف حاجة فتفكيره كنت افكر بقى في حاجات تانية خلاص اقول تفكير لي كان تفكير شاب بقى ساعتها اهى جد بقى وبيؤمن بكوزز وبيعمش على فيه كانت تفكيري هو بقول في الاخر هموت هموت كده يعني في بحر وقرش حتى موتها غريبة ومالهاش لازمة يعني ده كانت تفكيري يعني لكن مفيش طبعا حاجة ما هموتها بلازمة ولا مجرد لازمة بس كانت تفكيري عم ما اقول طبعا انا كنت فاكر نفسي هموت وانا مثلا بحرر فلسطين باموت وانا باموت في حاجة ليه هدف ليها لازمة يعني انت باش متي ميننجلس بالطريقة دي يعني مسافر مع صحابي في السخنة وبتدلع يعني فده كان ده كان تفكيري جالك كذا خاطرة او حضرك كذا حاجة اول ما بدأت تحس ان الموضوع بيوصل للفينش لاين او خلاص بقى فيه خلاص دنيا بتخلص وكل حاجة بتبعد فجالك كذا فكرة في الوقت ده عايزك كده to walk me through them انا مش قادرة حتى تخيل حد لو في الموقف ده ممكن اصلا يخطر على باله اي ثوت ولا ولا بيحاول يمثلا يستغفر يراجع نفسه في حاجات يعني مش عارفة حتى imagine خالص خالص بس انت ممكن تقولي في حاجة ظهرت كده في بالك ساعتها حاجة خاطرة او احساس او ثوت تاني حاجة كنت افكر فيها كنت افكر هل انا طيب عملت حاجة في الحياة اللي كانت عندي يعني اكون ساعتها تقريبا خلاص اموز هكمل تلاتة وعشرين سنة سنة انا في تلاتة عشرين سنة دولة عملت حاجة الناس تفتكرني بيها هل في اي امباكت سبته في حياتي يعني انا خلاص هطلع يكافتوني وهتدفن هل الناس هتفتكرني بعدها ولا خلاص هل في اي لاجسي لي في حياتي يفتكروني بي قلو ده عمر عبدالك هل في اي اثر بلاش نقول اثر طيب اي اش اثر طيب دي قلائل او الناس اللي قوي اللي ممكن توصلها في الزمن بتاعنا ده في الزب حالية فهل في اي حاجة لدي ممكن تعلن حد يبقى رابطها بيه يبقى فكرني بيها ولا هيا ممريو هتفيد اوت مع الوقت كمان انها تبقى حضرك في واو يعني وسنك صغير يعني ثلاث عشرين سنة ده مش مش كل النسبة عندها فكرة انه انك تترك اثر ممتا وبعدين حصل ايه بعد كده ثلاث حاجة بقى ودي كانت يمكن الديل بريكر او يعني مش الديل بريكر اللي هي رمونة الميزان اللي حسمت القصة يعني بساعتها في تكارت قعد افكر فابوي وامي فقعد افكر هاد انا يعني انا والدي ووالدتي مش مش صغيرين في السن مش مش سنهم صغير دي حاجة الحاجة التانية هل هحطهم في موقف ان هم يبقوا قلبهم مكسور عشاني. هل انا فعلا هل هم هيستحملوا خبر زي ده? انا كنت خايف من العقبة دي جدا. يعني انا خلاص انا مش فريق لانا اموت ولا يحصل لي اي حاجة. انا حاجة حطت نفسي فيها. تمام? واردت ربنا وخلاص وعملت العلاية وما فيش. بس ليه حد غيري يسفر من مش بتاعته او افتكرت يمكن بعدها ما افتكتاش في وقتها بس ده يمكن بسبب ليها. انا والد اللي ارحمه كان قبل كده وصف لي بتاع حطت ان انت لما تلوز ان في حد كان اقال له او مش عارف اقراها فيه. المعارشة او مش عارف كانت ايه السورس بتاعها. بس الان انت لما تلوز حاجة او سوري تلوز شخص فحياتك كل شخص بي ايكوال بادي بورت. لو لو فقدت والدك فكأنك فكنا مع قطعة يدك. حتى كان اقال له انا بابايا كان ازهري ولغة عربية يعني فصحة اقرب الوقت فانا اصلا مص الكلام ما كنتش بافهمه يعني. مش بافهمه بس يقعد يعني ايه يحب اللغة جدا يعني. ففقدت والدك قطعة يدك. مش فاكر كان بداية تصال ايه. بس انا فاكر كويس ان لو اب او ام فخدوا ابنهم او بنتهم. فبيقول لك كأن يعني مش عارفة مش عارفة اقول فهم اللغة ازاي بس كان قلبه تخلع من جوا. او يا فعلا الترب ده بيستخدم لما حد بتحط في موقف ده يقول لك قلبه تخلع. حرفيا يعني. حتى الهالي يعني اللغة العربية دايما بتبقى معبرة قوي. اكتر من ايه يحب كنا نحبر بها. فالهالي باللغة عربية ساعتها انا فاكرها جملة الهالي. فكانت تفكيري ان انا يعني حاسس بسنة ان انا حطيت اهلي في موقف زي ده. مش عايزهم يجو تروا موقف زي ده. مش عايز قلبهم يدخلع عليك. فتفكيري خلاص انا عشانهم انا هحاول مرة كمان. هبديها مرة كمان. فكذا بقى فاكتر حصلوا في نفس الوقت. خلوا اكويشن زي دي ما كنت حصل او خلوا حاجة زي دي ما كنت تحصل. ان انا كان في نفس الوقت كانت رجلي خلاص كمبليتي دي اتتشت. يعني ممكن الناس تبقى فاكرة ان انا روحت المستشفى فالاو الدنيا بايزة فاضطروا يعني لهي امبيديشن. لان اطلع من وياد رجلي خفص. يعني لو حد في السخنة ولا حاجة وبيضايب ممكن يلايه تحت بس. 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 فريجلي جات كمبليتي دي اتتشت. من الشورك اللي كان وراية التحت ده. اعد تحرك باجلي التانية خبط كده حاول ان انا ازوء التاني بعيد عني. فخبطت في عينه يعني منهم ففرح بعد عني شوية. انا مكنتش متأكد ما في المية طبعا ان انا. بس. بس عارف. مش متأكد ما في المية لان انت لما دي حتة شوية لما بيحصل اي امبيتيشن اي بويت حتى لو. بيبقى في حاجة اسمها او فانتوم. او فانتوم فيلنج او فانتوم سينسيشن. بيبقى انه مخك مش مجمع لسه فبيفضل ايه بعد سيجنلز عادي لللمكان دا كأنه موجود. بالضبط. فتحسي تحسي 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 عادي بتنميل في حاجة مش موجودة يعني انا ممكن تلناور فلو انا لو انا دماغي شغالة قوي ابقى حاسس مثلا بكعب رجلي الشمال اللي انا عايز اهرش فيه فساعتها ما كنتش متأكب مية في المية عشان انا لسه حس برجلي بس في نفس الوقت انا حس ان اتحررت وحس ان انا خفيف قوي. فتوقعت يعني. بس اجان انا تفكيري ان انا هطلع دلوقتي. هم كانوا راموا العوامة مرة كمان. فالعوامة كانت قدامي شوية خلاص كل الانيرجي اللي باقي في جسمي ان انا هبدأ اهم. يمين الشمال يمين الشمال كالشي يمين الشمال باهم باهم باديا بس حد ما وصلت حضمت العوامة وبدأوا يشدوني ان هم يطلعوني بقى. فبيشدوني وصلنا عند بتاعة المركب وهم بيطلعوني فكنت اللي خبطت في عينه ده رجع تاني وعايز عايزي ينزل باية يعني عايزي الجبن. خلاص مش فرنزي بس اجراسيف وانا خلاص خبط فيه وفي دم في المية وفي كزا فهو راجعتني فطلعوا مسكني من هنا من تحت دراعي وهو طلعوني وطلع معي برا المية. اجانت. او خبطوا يعني او او حد ما ويع في المية وطلعت على الحتة انت بيبقى لياخد في الحتة اللي هي الوطية دي فهم طلعوني الحتة الخشب وانا شايف شايف دم هنا شايف بتاع بس خلاص يعني. وبعدين يا ريب. عادي زي ما انا برضو. انت فيق. انا فيق. فيق. دي كد بقى اصعب فيس. او انك في حد المستشفى. حد ما دخلت عمليات. فانا قاعد في المركب حتى انا يعني انا طالع باصص في المية. هم حطيني حتى في حتة كانوا عالياخد قريبة. هم اصحابي حولية طبعا مش عالفيني المية جواب بفكر في ايه وانا مش قادرة اتكلم. انا بص في المية مستني يطلع تاني. يعني كان تفكيري ان هو ممكن يطلع لتاني. يطلع لجبن يعني. فاللي هو عايز اقول لهم يا جماعة دخلوني جوا شوية. انا كان طبعا كده يعني. طبعا دي حاجة صعب انا تحصل بس انا قولك تفكيري في المية. ولسبب ما بعد واحد. اتنين. تلاتة اللي هو. وبعد ثلاث ثواني يعني كأنه مش هيطلع تاني فانا كده يعني. فقعدت مركز جواب في المية. فكيا خلاص ما طلعش. فخلاص بيقى ته ريلاكس. هذا ريلاكس وفي يعني سمرك كده وابتسامة بسيطة على على وشي. بصحابي طبعا عادين محوالي انا شايف بتاعي كينج اللي بتتحرك واللي بيجري واللي بيماسك ايدي. انا مبتسم بس انا فيها بس قد بدأتها دروخ. الشمس ضربة في وشي. وبقيلت كتير في المية. ونزيف. خلاص بدروخ. ونفسي نام بيجا التعبان. حس انا عملت علي بقى اللي بقى صغير علي كنت. بقى امي. فبس هو ما لا لا خليك سوحا مش حكي. ايه بتاعي. رحت المستشفى. فضلت بقولك مبتسم. سألوني حتى بعدين انت ليه كنت مبتسم او كنت او ما حدش عارف انا ليه بقى تحك يعني. ولا ليه بقى مبتسم. انا كنش مبتسم عشان انا شاب جميل. انا كنت مبتسم عشان. لقد فعلتها في حتة الترانزيشن اللي ما بين ان انا خلاص بتشاهد بصوت عالي وحيطت ان انت وحيطت ان انا وحيطت ان انا وهو كان نمر 1 اهلي وحيطت ان اهلي فأنا شفت الترانزيشن دي شفت دي جوة دماغي على اللي هو محد الشافة محاش عارف بس انا شفتها جوة دماغي فأنا كنت اعتقد ان انا يعنا يعني عرف تع اللب من دليل دي ايت securing against bathroom يعني انا راهدت نظري محاش عارف بقى مش عارف σ Questions يعني انا قلصت رابع الفترة دي ما حدش عارف ممامين ليفوا كتير وبلاحين وبعدين رحت المستشفى وصحابك كانوا معيك اللي كانوا معيك على المركب وبدأت بقى رحلة ما بعد الحادثة من أصلاً الدامج اللي حصل بقى بقى بكل الغرز والتعوير الأخرى اللي حصلت لأن انت بقى تبتدي تتحرفة نحن عائدة لطيفية وحد الأعلى اللي عايبين فيها دلوقتي من تعتقد أن دي طبعاً ممكن نقول رحلة شقة جداً على المستوى الجسدي والمستوى الزهني ومن تعتقد أنك المعارضة أحلق في البروسيس وعارف ان انت مرت بامتحان تاني بعديها كان صعب جدا برضو عليك بس من نوع مختلف فعايزة كده ارفلكت معاك شوية على الكام سنة اللي بعد الحادثة اثروا فيك ازاي كعمر بتاعك كبني ادم من جوة ومن برة حصل ازاي يعني انا فهم قوي حتة الصوت اللي جات لك اللي قلبت الموازين اللي خلتك to give it one last try و it succeeded وزي ما بيقوله وصلت البرة الامان بس بقى الحاجة اللي كانت بتخليك تقوم كل يوم علشان تعيش بس تعيش بشكل مختلف عن اللي انت كنت تعيشه قبل كده كانت ايه يعني بعد الحادثة انا برضو اكيد ما كنتش ما كنتش وما زلت اكيد لنا اللحظات يعني بس خدتلي فترة طبعا ما كنتش بوزتف حتى لو كان باين علي ان انا شخص بوزتف دائما بقى وابتسم للحياة وكده بس كده كان في دورك مومنس انا كنت كان في دورك مومنس بس انا كنت وقتها يعني خلاص بالفترة بقى بعد من روحت لأول مستشفى بعد كده اتنقلت على قرب مستشفى كانت في السويس بعد كده عملت عملية واتنقلت تاني فيهم على مستشفى تانية في القاهرة فليسه انا مش مجمع حجم الدمج وحجم الموضوع اصلا حتى بالنسبة للناس وبالنسبة الناس اللي حوالي فانا فاكر لحد الوقت اللحظة لما نزلت كنت نازم على ربيط الاسعاف في القاهرة وصلت كالساعة عشر حدوشة بالليل حتى مش مجمع كنت اخلت عملية وبينجو طلعت ونقل وتبدبوا في ناس اصحابي مجرد ما ساموا وشكوا نرى انا ساقوا قول ده واي لحد بالسويس ودجو لي للسويس واصلا كنت انا خلصت هرجع القاهرة عشان مجرد بس يمشوا وراي بباله عربية يعني ناس اصحابي مدرسة وصحابي من الجامعة فقلت خلاص يعني والناس القريبة انا كنت وانا طالع من المركب كنت لما جمعت قويت كده قلت لصحابي قلت له ما تقولش الاهلي حاجة جرم ما نوصل المستشفى وستتكلم اخويا ما تكلمش بابا ولا ماما تكلم محمد اخوي عشان هو شاب وهو يعرف يتصرف هو ياخد لكن ان انا كان انا اهلي قصا فقال السيود كانوا ساعتها مش عايزهم يسوقوا برضو المسافة دي كلها وهم عارفين خبر زي ده بالخضة بالخضة دي مفهو فقلت له ساعتها تكلم اخويا وما تكلمش حد تاني والتاني انهم يعني بقى بتفاصيل بين طبعا قلب الام وقلب الاب انهم حسوا بحاجة فبابايا رح ساعتها كلم المستشفى يعني قال لهم تقريبا ساعتها صاحبي قال لهم ان عمر اتعور في المياه وكان تصرف سليم يعني فكان اخويا بس هو اللي هيسافر ويقابني بس طبعا اللبات انت عارفة والامات بيبقى عندهم ان حياتهم يعني فبابايا حتى ساعت الله رحمه رحمه تصل مية واربعين دليل اللي هو يقول لهم ما فيش حد فينا بيستعمل السيرفز دي نمور يعني يقول لهم عشان هو عارف ان انا في مستشفى كذا هتقول يرقم مستشفى كذا كلم المستشفى قال لهم ايه قالوا له لا لا ما يفعش نقول قال لهم في حد ان دكتوره في المياه سألها انا والده ومش والده فقرحت قالت له سعيد قالت له عده قرشه ورجله وطبعا فطبعا اللي هو ماما يلا لبسي احنا هنسافر مع محمد واش عارفين فالمهم برضو خبوا الخبر على اخواتي البقين اخواتي كانوا غره ومشعرت ايه رجعوا البيت لقاهم مش مواجهين سافروا ففضلوا طبعا اختي عادة ما تقول لهم قلولي يا عمر في حاجة عمر في حاجة فبعدين قالوا لهم حصل كذا كذا فسافروا جمع حد تاني جايين في الطريق وما انا وصلت ساعتها القاهرة فبقولك نزلت وما بيتها ساعت انا مش مجمع لسا حاجة موقف نزلت شايف بقى امم يعني ناس عدد مهول مش شختوش في حياتي يعني ميكس بقى غريب الشامعة المغربي صحابي من المدرسة صحابي في الجامعة واحد عملته في حياتي في درس من الدروس واحدة عرفتها مش عارف وانا مش عارف بعمل ايه ميكس انا بقولك انا ناس كتير انا مش متخيل ناس دي كلها جات ناس دي كلها موجودة ناس انا معرفهاش فهنكت اللحظة كده بس في نفس الوقت تشايف وشوش الناس ناس وشوشها يعني زي بيقولوا اللي هو مش راكل الكلمة حتى ايه بس الناس كلها وشها مقلوب خلاص كلهم خضة كده طبعا فانا طبعا ساعتها بيكيكين على طول الساركاستيك مود بتاعي على درجة ان هو ساعتها واحدة صحابي يفتقاني ان انا ام هاي من السف اللي حما اسفه يعني داخل عما لاحظ ان انا ايه كنت حاسي الناس دي خلاص تكة وهيموتوا مني يعني انا ايه بلايت ان ابدأ مود شوية فانازي عم لاحظر ومشعارف ايه وعبد ايه ابني شفته وقول له كده طلعا كده وخلصت بحوار فالناس بيقولو ايه انت تعمل ايف وحط بيضحك قولي ابني انت عبيت مالك في ايه فان دخلت جوه اول هزه كانت لما شفت بابا وماما شفت ماما في الاول فقلت لها وقلت لها كذا كان عندي احساس بالذب كان عندي احساس ان انا عامل حاجة يعني مش عارف يعني كان ايه السبب بس قعدت او ما شفتهم بقول لها ناسف سامحيني 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 بتقول لي يا سامحك على ايه بتقول لي فقالت لي ساعتها اللابس ده قلت لي انا انا مزغرتش في فرح اخوك وممكن ازغرت دلوقتي في النص وسلمت عليها بتخيل بعدين شفت بابا فبابا على طول نفس بيقول له برضو سامحني سامحني ناسف انا اسف بيقول لي يا سامحك على ايه عويت واشعرف ايه والحمد لله رجلك اليمين سريمة والحمد لله هتعرف تسوق عادي ومفيش حاجة ومفيش حاجة الكلام بقى بتاع اي اهل اللي هو احياتك زي الاول عادي ومفيش اي اختلاف دخلت المستشفى قعدت تقريبا خمس ايام في المستشفى يعني اجان كنت بلاست بكمية ساكورت ودعم من الناس عمري معرف ارده يعني عمري معرف ان انا بجدب اشاكل ليه ناس بجد عرفها وناس معرف هوش ناس ناس فعلا فيه ناس كتير قوي كنت الاقي حد بجاية من صحابي معاه خمس تانين معرف هو مش بيبقى مثلا هو خارج مع صحابه وقال لهم انا رايح ازور الواحد صاحبي مين اه عمار ممكن قدر كذا 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 حنيجي معاك انا مكتش اعرفك ساعتا بس اي رد نيوز يعني اقولك فهو كل الدنيا عرفت فتقريبا انا حتى يعني المستشفى كانوا قدرت المستشفى كانوا شوية عايزيني تردوني اللي هو انا في الدوشة اللي عامل لها والقلق اه ممكن حوالي 100 شخص ييجي في اليوم رقم مقول بقى الراجل بتاع الامن اللي على الباب اول ما حد يجي يقول لهم عمر الشمال في يمين يقول ازاي فبقيت دعم رهيب حتى ما قدقت المساش في نفسها من الدكتور اللي كان هناك بقنا صحاب اصلاح والدكتور يعني فالناس دي وقفت معي وقفة انا ما انسهاش يعني بحس ان النسبة ببين في المواقف صعبة قوي معدنها الحقيقي فعلا فعلا قلبها عليك وبتحبك بجد جانيوان لي يعني بيظهره قوي وفي ناس ممكن تبقى رائبها جدا من وقت الاش برازنت يعني دي حقا انا سعيتها برضو وصلت لحتة تاني يعني هو في ناس كتير قوي ممكن من اللي جم سعيتها ودعموني في ناس كانت جاية تقابلني اول مرة والناس دي ممكن نصحابي لحد دلوقتي وصحاب قرابين ليه قوي وفي ناس كانوا صحابي قوي وجم برضو سعيتها بس ممكن دلوقتي يبعدنا عن بعض بس بس ام ستيل جريتفل ان انا عارف ان ده بورتوب لايف ان احنا عادي الناس بنبعد وبنقرب مش معناها ان انا شخص يعني حد مثلا كان صحبي قوي قبل هم بقاش صحبي بعدها مش معناها ان انا مثلا عندي مشاعر وحشة انا حياتهم بالعكس لو وقف معي الخمس دقائق انا مجريتفل الخمس دقائق دولة وشايلهم على راسي طول حياتي يعني فاجان موقف عرفني ناس كتير قربني من ناس اكتر ده 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 من الاوتر سايت اهلي طبعا دعم مش منطقي يعني اخواتي كل يوم انا اختي كانت راجعة من الهانيبون بتاعها رجعت جات علي وجاية ومتصرة وعملاتها فالله يا عم في ايه وحياتي خلاص مفيش حاجة اهلي اه وصف يعني بقاوا خلاص اهلي 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 كانوا مازالوا ويعني ربنا تقول فعموا ان هما يبضلوا مودي الناس يعني دعم بلا هدف يعني مش بلا هدف ان كوندشنل داين بيقول ان كوندشنل دي حاجة اللي هتخذيها من اهلك دايما دي حاجة برضه اللي هتفتح تلوها ما فيش حاجة اسمها يعني this is not me being dark this is me being realistic ان انا شفت حدد كتير the only unconditional support and love اللي جانا جيت هو من اهلك هو من ابوكي وامك واخوتك وامكان ممكن برضه يعني ممكن يكون انا يعني دي حاجة ربنا كرمني بيها وكنت بلاست بيها مش كل الناس مسعم في نفس في نفس بيبقوا السيناريو مش بيبقوا علاقتهم باهلهم كويسة مش كل الناس كده ولا انا عارق دا كده فانا بعتبر نفسي محظوظ برضه بعتبر نفسي اوقع ان انا كنت في هذا الموقف او ان انا اهلي كده فآه فيه دعم الان كوندشنل بيجي كتير من الناس حاضح. اه ده مش معناه ان انا فيه ناس كتير اي حد كان دعمني او اي حد support me كان فيها اجاندا وراها بس الحاجة الوحيدة اجاند الالان كوندشنل من غير الديبات هي هي أنها سبب اللي عمليها ليت نحتاجه أن تفكر فيها إيه أنا حسنه هو أقل حاجة حاجة الحضور الطبيعي فهما ما فيش ما بتتحسيبش كده هو ما بين ف.... عملت ايه بقى يعني أنا قد بالتحساب هو وهو يعني emotions اللي في الحياة لنا الواحد بيเอالويت كل حاجة كما بيعملها و بياخد فرصة تانية ممكن يجع نفسه بى حاجات يعمل حاجات differently يوطز علاقاته بناس معينة يبص للحياة بشكل مختلف وانت كنت تتكلم على حاجة مهمお願いします لدي ده ان بك I truly believe in واشتهى بس بشكل تاني فكرة انك تترك اثر او leaving a legacy behind برضو متأكدة انها الخاطرة دي معما didn't revisit you بعد الحادثة on the spot يعني انت اكيد مريت بسطراجل الاول بتاعت انك to regain your strength وان ان انت تبقى physically اصلا اوكي وترجع تبقى capable تاني ان انت تتحرك كويس وت manage the pain وحاجات كتير قوي I believe انها ومنتلي طبعا ده قصة تانية المنتل health بتاعك ده لان دي trauma وت trauma مش صغيرة trauma ممكن تبقى trauma من مليون الف حاجة مش هتبقى من بدايتها هتبقى trauma من المية لأي شيء يعني وبعدين بقيس على كده trauma من يعني ممكن تاخد كذا صورة او تاخد كذا شكل I want you to reflect كده معايا and walk me through يعني تعالى نتمشى كده واحدة واحدة في في الساكند شانس طيب برا بقى كل يعني من برا support ودعم ونس في ظهرك ونس وراء كان شهر رمضان حتى ساعتها وقتها فكان ييجوا صحابي بنقعد ونفطر يفطروا معي المغرب عندي في المستشفى وزحمة ودوشة ده دالى من برا عمر من جوا بك ده بقى في خناقات يعني انا صحابي كانوا بيجوا بيعيط وال مش حارف ايه وانا بثف وبهذر ودركي هيمور طبعا ضرب في الماكسمم يعني بس أنا عايزة يعني كنت أقول إيه أنت مش مش متضايق إنت مش متضايق فأقول لهم لا أنا مش متضايق من أطساعة أم أنجري تعصف وديك حتى تباين لما حد يقول لي كنت حاجة كنت بيجيلي ساعتها نبات غضب يعني ويعني واتمنى طبعا أن أهلي سامخوني عليها بس كان بيجيلي نبات غضب بغير مفهول أني مثلا حاجة لها فأنا متألم وطلع معك بعصبية ويعطلع معيا بعصبية مو بيطلعش مثلا بعيات ومو بيطلعش بحزن بيطلع بعصبية بيطلع بعصبية بيطلع أن أنا وزع أنا صعيدي بقى وبتاعة ودميرين أشفك وطلع أنه بعصبية بيطلع أن أنا زعفة حاجة طلع أني لم مش عريضي فدي كانت دميري كانت مسهولة في الحتة دي كان في حيثة ثانية نحستها يعني حتى الناس بتبقى مش عارفة تعمل ايه حواليك الناس مش عارفة تقول ايه حواليك فبقى ان هم يقولوا حاجات مش منطقية او حاجات كمان ايش لازمة انا فاكر مثلا قعدت فترة في البداية ان انا بقى لما حد بيسألني ايه الاخبار او عامل ايه او حاسب ايه كنت بقى قول بجد انا حاسب ايه او يعني فكر بايه بعدين لقيت لانما بقول كده بحطاهم في موقف ان هما مش عارفين يقولوالي ايه فيقولوا يحدكنوا تستفينين او مش تستفزيني تحسين ان هم مش فهمين حاجة بس انت ده بيساع الاعجابة لي انت بجاوبيها بالظبط بس انا انا اجد ان هون موقف صعب ان هون موقف صعب هم لهم مش عارفين يقولوا اييه مش تصرفوا عايز بنى يخلونى مرحبين بعتر بيقولوا حاجة وحاجة غريبة فبحسها فباهماني فكنت بيحود بالدقيقني بعدين عدت فترة لو اقولت خلاص طب ما انا مش هقوله طالما ما اقوله بيتجي لي رد وانوش لازم يشافرق في حاجة باعتمد نبدأ يعني قوليه طب انت مش بتحكي لنا ليه مش بتشير ليه I'm not a person that shares خالص دي عدت وده حاجة تعودت عليها بس كنت اتسائل كنت اقول لهم would it help بالنسبة لي انا باش ايربح في القصة يعني انا عارف ان هي حاجة انت مش تديني فيها حال عارف ان حاجة انت مش هالترافية تساعديني فيها تمام هي حاجة بتاعتي وانا اللي لازم افكرة تعود فخلاص افكرة تعود there is no point ان انا عود احكي واشرك الناس وحط عليك pressure انت مش ادو ويعني it's unfair example بسيط مثلا حد كنت شافيه ركبت البروستاتيك فطب انت دي ركبت البروستاتيك لك طب ايه اخبار شافيه فهم لا والله موجوع والدنيا صعبة وماشي غزل فترد علي يقول لي اه عليش هو طبيعي في الاول ثانية طبيعي من الاول انت عرفت من ايه عرفت من ايه انت متعرفش انا فهم برضو اجل ان هو مفيش حاجة يقولها بكده او مفيش حاجة تقولها بكده انا بقولك انا متفهم ومش ببليم بس قد السايم تعم دي كانت حاجة من الحاجات اللي كان بتعمل انا متعرفش ايه اه متعرفش ايه ايه اللي عرفك النورمال مش نورمال تعملت مع الفترة دي ازاي يعني كنت او لا اشتغلت على نفسك من جوا ازاي عشان تقدر ان انت تميك بيس with what happened and adapt and adjust على الوضع الجديد ده ايه الحاجات اللي ساعدتك اه ممكن الفلوسفية بتاعتي او الستراتيجي بتاعتي مش اكتر حاجة صحية في العلم ومش اكتر حاجة ممكن تنفع مع اي حد بس انا ده اللي بنفع معي او ده اللي الى حد ما مشي معي اه اه ممكن ان كانت غلطة ساعتها اه عشان تروح تاخد يوصف لك حاجة تساعدك تنام. انا كنت من الوجع وخلاص طبيعة من المستشفى. ما باخدش اي دور. ما بابدين انا اخد ناركاتيكس. بس غزي ما باخدش ناركاتيكس عشان تسكن. البنادول والبروفين والكلام ده ممش رازمة. طبعا. طبعا. وفلترين مش عقل الكلام ده. في حالتي كانت الناركاتيكس. بس ناركاتيكس في الوقت انا اخباتي ده كاترة فكانوا خايفين ان انا. انا كنت مختنع بكلامه. يعني ما كنتش معترض. بس في نفس الوقت. بقى انا اللي مستحملها. انا اللي شاهدوا بتطيني يعني. انا اللي مستحمل. انا اللي مستحمل. انا بنام ساعتين في اليوم. ببضل قعد لحد سبعة الصبح مش عارف انام. انام سبعة الصبح من التعب ساعتين واصحة تاني. تلات شهور مسا. فدي حاجة ما حاجتك بتعصبني. كنت بتطلع نوبات وعصب بيق عليهم. اصلا الواحد بني قدم الطبيعي لما ما بينامش كويس بيقوا عصبيني. فقاعد لهم. حد بقى مش بينامل فيني يعني. اتعصب عليهم وكده وهم وانا عارف انهم بيقوا عشان في مصلحتي. بس انا غزب عني بيطلع مني عصبية عليهم. فهم ساعتها كانوا يعني شجعيني ان اروح لحد مش فاكر ساعتها ما بين يعني التخصص عشان يوصف لي حاجة انام بيها ده وامون او. فطبيعي الدماغي ان انا شخص very proud. واي تيك so much pride in my my. فما. ما حبش حاجة منحد يتزكع عليها. ما حبش. ما حبش دي خالص. كنت باخدها very personal كنت شايفه ان انا هي كان جزء منها يعني اخلي بالك برده وغيره يعني طبعا دي جزء منها ايجو غير ان انا ايجو بتاعي ان انا it's my own shit i'll deal with it خلاص shit happens انا لازم اتعامل بس it's my fight اي حد من احلي كلها تتكلمين لا it's my fight انتو you did your point and you're doing your point still بس ده كفاية عليكم بقي ده بتاعنا انا لازم انا لفجرتها بس انا لازم انا لاشوف ايه اللي جابني هنا و ايه اللي هيحصل من بعد هنا فلما فقالوا لي ساعتها ان انا هروح لحد اشان انا فاكر ساعتها الساعتها دي كنت بفيد المترجم اللي هو عايزها عشان اخلص الساعت واخذ وامشي دي الساعت المترجم هي بتحصل هو بيسأل سؤال و انا بتزاكة عارف السؤال ده هو عايز منه ايه؟ هتدي له الإجابة اللي هو عايزها ما عارف شو ساعتها هل دي كانت نصاحة مني زي ما بيقولوا ولا هوا الدكتور كانوا خباله ولا الدكتور ممكنش عارف يهندل الكيس بتاعتي بس انا رايح انا ميشن انا الرجل اللي قدامي ده سمعه اللي هو عايز اسمعه مش ما خلص واخد رشدة في دي ومشي مش هشوفني جاني انا ميتي كده جوا ليه؟ عشان مش هروح لحد دي انا عالج نفسي هل ده صح؟ معارفش هل ده غلط؟ معارفش برده بس مش بالضرورة ينفع لحد عرفت بعدين مع الوقت لما تعلمت ان مش عيب ان انا سيك هل مش عيب ان انا نتكلم مع حد مش عيب ان انا عارف سواء جن اللي بينفع لنسمة مش هو اللي هينفع لعمر والعكس مفهوم امين انت كنت بت ترغيب بالضبط طب التجاهي بقى هعمل ايه؟ امين قول سكول بتقول ايه؟ بتقول اللي يخاف من العفريته او يخاف من العفريته او طلع له انا بالنسبة لي طريقته انه هتعامل مع اللي انا فيه ده ايه؟ انه اوجهه ارمي نفسي في وش النور لحد ما اتعلم ام بعرفش عهوم ارمي نفسي في الماء لحد ما اتعلم عهوم ما بعرفش اقرا افضل ماسك كتاب لحد ما اعرف اقرا مثلا يعني دي كان طريق التفكير دي طريق التفكير برضو اجن هل هي صح ما عرفش هل هي خلق ما عرفش بس ات ويكس فر عمر يعني ففور مي طيب انا انا مشيت العكس مشيت بجزء منتل في البداية سرت كده حاجات انا همحتاجة احطها في دماغي بس مش عارف عمل اي حاجة تاني في دماغي خالص تاني مش عارف اي حاجة تاني في طريق التفكير باقي الحاجات هتبقى فزيكل وهي المفوضة اللي هتصلح ده اوكي طيب انا ايه اللي احطه منتل في دماغي ايه اللي حاجات حطها في منتلاتي بتاعتي في الاول انا عايز احط الصح صح صح ليا والاهلي للحوالية طبعا حوالينا بيحطوا علينا برضو اجن دي حاجة صعبة يعني دي حاجة صعبة عليهم وغصبة عنهم بس بيحطوا علينا احنا يعني من غير ما يبقى قصدين ايه ده انت جبت تسعة وتسعين في المية في سنوية عامة دخلتك جب من مية وواحد اي ان كان يعني نعم نفس الانزامبل نفس الانزامبل هو بيحط بيسرحوا بيها ممكن تبقى في حاجات بسيطة قوي زي جملة انت تبقى زي الاول واحسن طبعا انا عمري ما هبقى زي الاول ولا عمري هبقى احسن هبقى مختلف او معرفش هبقى احسن او لا هبقى مختلف فدي كان اول حاجة كنت بحاول اقنع نفسي بيها لان بحاول اقنع نفسي ان انا مش هبقى زي الاول ولا هبقى زي احسن ولا هبقى احسن هبقى مختلف مختلف ازاي الله اعلم ها دي حاجة هباني مع الوقت فدي كان حت عايزة اوصلها لي والاهلي هل انا هبقى زي الاول لا انا دلوقتي بالعكس حطيت في موقف مختلف وربنا حطيني في تشينج او حطيني في اكسبيريمنت اكيد مش اكيد مش الرزولت بتاعتها ان انا هرجع من نفس الحاجة تاني او ان انا هماشي على نفس التراك اللي انا كنت نعمة مش عليه خدت ساكن شانس مش هضايحة في ان انا ارجع احاول استراجل ان انا فت انتو دا سوسايتي بنفس الطريقة او ان انا افت انتو اللي كان انا هسمه لنفسي او كنت الحgrade اسماهوضي فديكات اول حتة كنت لازم هحطها في المالي حتة التانية ان انا كنت ااااا محتاجة اكسبت ان انا في حاجة حصلت لي خلاص اكسبتانZ is a very very ا Mirai dic word صعبة صعبة تحقيقها عماتك ؟ مش بتحصل مرة واحدة جانزان بقولك انت دخلت تدخلك 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 في الموديل بتاع 5 stages of grief عفظة denial anger bargaining انا كمان انا كنت حافظوهم انا كنت ملتبهم كده اخر فيه خالص هي الacceptance اجن برضو ده موديل بس مش بالضرورة بيفت لكل الناس بنفس الطريقة في الناس بتمشي فيه العكس انا مشيت فيه العكس اتبدأت بالأكسابت بذلك ان انا لازم أكسابت حصل وده خلاني ممكن ابقى في حتة في denial وقت تاني ان انا فش انجر طول ما مشيتش بالكرتيب ده ما فيش حد بيمشي وليك نفس الطريقة يعني كلنا بنمشي في نفس الطريقة بس بطرق مختلفة فبقولك ان انا محتاجة أكسابت خلاص ان حاجة حصلت لي يعني هعمل ايه بقى دهوقتي مش عاد لسه فكر ليه ومش ليه انا كانت فيه جزء شوية فيها بعض الأوقات كنت بفكر ان ده حصل لي حسب ان انا استاهلي حصل لي حاجة زي كده او ان انا عملت حاجات في حياتي يعني ده طبعا مش الطريقة الي ربنا بي تمشي بها الدنيا الله ها أعلم برضو بس اي شو центр كنت فكرين ان لكل اجشن низك معكم فاكرني ان انا احصل ده حتى انا عمر استهل الده حتى انا عمر شخص وحش الف fully in peace او عشان انا عمر اجن طفلة بعمله مع نفسي ومع الحلقة فكان تفكيري ان انا ده عشان اجن انا استاهل ده يا امه ممكن كنت ماشي في طريق مش بتاعي فلازم كان اتحطر ده عشان امشي في الطريق اللي انا مقدم امشي فيه بس اجن في الاو في الاخر انا مختلنة كل شيء محدد ان الان فيها ده الوقت هي الان المفروض ان يكون فيها مفيش قرارك ان تعملوا من دقيتين حيغير حاجة كده مفروضة تحصل نحن بل ما نفاكريين ان احنا عندنا في حيثة الـ وبنقرر وبنعمل هي عندنا طبعا بس هنلف وندور ونرجع وهمشي في الطريق اللي مكتوب لنا نظبط طلعتني من حيثة الـ acceptance من حيثة الـ expectations دي ايه بقى؟ ايه الـ next اللي انا هعمله طيب دي الحاجات اللي حطتها في الـ mindset فيش حاجة تاني بقى اهارة فعملها الـ my mental weight pain لازم ارمي نفسي بقى في النور لازم احط نفسي بقى في تعيش بقى الحياة تعيش بقى الحياة واشوف الدنيا هتمشي السيء كانت صعبة كانت صعبة كانت رزلة طب انا ايه اول step انا خايف ابقى خايف من المية اصلا انا خايف ان انا افضل خايف طول حياتي من المية مش عايز اجيلي التراما من المية طب انا مازم انزل المية بعدها بشهر طريبا نزلت بس نزلت في الـ pool يعني ما نزلتش بتاعني كان عندي ساعتها اتعادلات كتيرة في جسمي فلو نزلت بحر كان الملحة ينموتني طبعا فساعتها جربت انزل حتى بـ pool مع اتنين صحاب في شهر سبع يعني ما طب شهر قدر مضاعة طول بس انا فاكرة نزلت حتى ساعتها بالليل طب انا بقوم تحت طبعا من المنزل اللي اختص المية تحت اللايتس بتاعت البول دي كنت بقى فيش ورايز كنت بقى اماجنة انه هو قرش جايف واشي كنت بقى اماجنة انه هو ده في حاجة تانية كنت بقى اماجنة انه هو ده في حاجة تانية امامي نفسي ورد وهجرب طيب انا خايف من المية هنزل اهو نزلت في فطريب بعدها بستة شهور تقريبا في فبراير 2017 نزلت في السخط نزلت في بحر في السخط نزلت مع كان بلوك شغل مسافرين نزلت مع اماجنة انزل بحر فهل ده معناه ان انا قوي ان انا ايزي والدنيا دي لايت لا مش قوي هل ده معناها ان انا مش خايف امرقوب هل احنا دلوقتي سبع سنين انا مش مرعوب انا في المية انا مرعوب بس جزء مني جزء مني بيهدي باقي باقي الكيام بتاعي بس انت اتليست تتعملها انت بتقوم اهم انت اه خايف ماش اكيد هتبقى خايف هل هنسى هالعمري ما هنسى هل هفضل همو من شواما زي دي لا هفضل طول عمري فيها سنة بس بس طبيعي طبيعي ان يبقى مش مختلف طبيعي ان افضل هتخير كل شوية طبيعي ان انا خاف بس اللي بتسعمل شربة بيمفت في الزباد طيب العوم دي نزلت بقولك اوامر روزانا دي كنت مرعوب بقى قلت حتى باشي اللي هو كان قلت خلاص يعني ما حصلت تانية بقى فجزء كبير من ان انت اصلا ت ت طبيعي 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 ويعني حاجة برضو بلوت تويست او يعني ممكن نقول ما كانش متوقع كانت لك يعني ايه اللي خلاك اصلا تاخد اجات لك الفكرة ازاي ولا ايه اللي تريجردت يعني عند عمر كان التاني فاس بعد حتة يعني فاسين فيرس فاسين فيرس بعد حوار المياه كان حوار منظرات الناس ان انا اقلم منها ايه حاجة الناس مش فهمينها او حاجة يجرس عليها بيخافوا منها تمام؟ فتتحول بقى تتحول بحلقة زيادة عن اللزوم فكان جزء التاني بقى ان انا ايه اكنت رسا بقى بمشي بقى كذين ومركبتش كنت في طرف ولا اي حاجة ولا سفرت كنت لازم مصر ان انا فترة افضل بنزل بشرطات بس حتى انا انا اتجبت شرطات بس بحلق فيها طول الوقت ناس ببصي ناس مش شايفة بس ده كان جزء بالنسبة لها ده كان مريحة وكانش مريحة مكنتش مبسوط مش عايزة بقى متعقد الناس تبقى عارفة مش عايزة بقى الناس تبقى شايفاني هذا ايه هذا ايه كان جزء منها كبير انها لازم اتأخلم مع دي انها تبقى نظرة الناس ليه مش فرقية فده كانت حتة مهمة قوي بعدها دخلت في بروسس العلاج لما جيت اسافر انا كنت عايش لوحد يبقى ليه فترة وشخص انت بانزل زيادة عن اللزوم كل حاجة مع نفسه وكده لما جيت فترة انا هسافر عشان هتعالج فقال لي ساعت الله عام عرضي قال لي يا اختي تسافر معاك او حد دي يسافر معاك قلت له لأ قلت له لأ بعد اذنك انا عايزة اعمل ده الواحدي الواحصص دي عايزة اخدها الواحدي ليه؟ عشان انا خلاص كنت في الاول عايزة افضل بنفس اللفة عايزة افضل الانتبند دي الواحدي فكنت عايزة اجرب وتشأجن برضو مش ضرورة بقى حاجة صح بس انا كنت عايزة اجرب اشوف هل في حاجة تختلف ولا لا؟ هل هاعرف ولا لا؟ دي كان بالنسبة لي بريكينج بوينت او يعني للايجو بتاعي بطريقة مش طبيعية لان انا لو انا خلاص ايجيفن دلوقتي ايجيفن فوريبل هتبقى متعود ان انت على طول ودي حاجة انا اتعلمت معلوقات انها مش صحة انا كنت في الاول يا لهوي على الايجو البرايد ان انا لما حد يقول لي ساعدك ولا اسندك ولا مش عارفة كنت بجز وبتعصب وبعمل لو انا ايجو بقى في كل حاجة بس بعدين مع الوقت بعد فترة وصلت الكلاريتي اكتر وصلت البيسفلنس شوية اكتر حد يتقول حد يساعدك ما حد يتقول حد يساعدك ما حد يتقول حد يعمل له حاجة ولا مشكلة في حاجات اعيز اعملها لو حد يعملها بس في حاجة لو حد يساعدني بيها ولا حد يعملها معي ماش خسرهم حاجة في معادي اعصر من الحاجات اللي تغيرت فيك بعد شانا الوقت اه مع الوقت وبيت تتقبل بالضبط بالضبط فخلص خلصت ايه اللي جاب حتة الرياضة فيها جزء اين؟ فيها جزء انا كنت قبلها لأي شخص قبلي حد او شخص ربط الافليت ولا اي حاجة بحب الرياضة جدا وبالعب الرياضة كتير جدا بسقول لحاجات عشوائية بلعب سكواش وبالعب كرة وبجري وبعمل وي بي 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 بس عمل ان كنت برو في حاجة كان جزء منها ان انا كان وقت الحادثة تعرفت على عمر حجازي كان هو ام بي تي قابلي بسنة وبرو سونر فكان فيه لينك انستان ان هو شخص ذا امbeح لفعش فيها فبالعب أمباعش في حاجات اوي في حاجات اوي شارد في حاجات كتير اوي اللي هو ان ناس انا كنت متضايق منها ان هم مش فهمينها انا باقول اول جملة هو بيكملها فقال لي جملة قال لي انا الجملة دي تقلت لي واقولها لك برضه قال لي انت لما بي حصل لك اي حاجة في حياتك او بيحصل لك اي تغير او بيحصل لك اي شيء في ابواب كتير بتتقفل قدامك. بس في نفس الوقت في ابواب كتير قوي هتفتحتين. في ابواب كتير ات عمرك ما فكرت فيها. في ايه مفتوحة دلوقتي. حاجات انا هلانا كنت مفكر ان انا ممكن ابقى كوتش في محاتمه? لا. هلانا كنت مفكر ان انا ممكن ابقى جانس ريكورد هولدر? لا. كل الحاجات دي ولا عمري كنت محلم بيها. مش في المخيلة اصلا. فراجعة بقت موجودة. صحيح موجودة. للحياتة. بالضبط. فانا قال لي دي. فخدتها انت باكم ويادوا قد تفكر فيها. بقت دايما موجودة. عشان انا كنت محتاجة ان انا. تمام في ابواب هتقفل وابواب تفتح. ده لاي حد. بس الفرق بيني وبينك وبين احمد وبين محمود وبين سلمة ان مين هيشوف الابواب اللي قفلت? ومين هيشوف الابواب اللي قفلت? في حد هيبقى مركز على الابواب اللي قفلت بس. وممكن يفضل ستاك هناك. وخلصت. هيبقى في ابواب قفلت بس. تات ست. وفي حد هيشوف الابواب بالفتحة. والصح ان انا اشوف الاثنين. ده يعني اللي هو لو ممكن يكون وصلت العشرين في المية منه بس. نعم. ما عارفش هاوصل لي كله ولا لأ. بس اللي انت فعلا تبقي ذات رياليستيك ان انت شايفة الحاجات اللي مش هتعرف في تعمليها. وليت قفلت في وشك. وفي نفس وقت شايفة الحاجات اللي بتعرف في تعمليها بدلها. شايفة الاختلاف ما فيه. طيب. فخدت دي كده في المياه. طب بدأت ان انا انا اجان انا مينتل هيلف لسه. انا من النبي متبهدلة. سواح. او بحيو البرمينة. جزء انا تاني انا عايز ارجع اتمرن رياضة. عايز اعمل رياضة. فبقيت اتمرن خفيف في البيت. فرقيت موضوع بيساعدني. بقى دماغي بقى شوية دوكامين بقى اندروفن بقى بقى بسط اكتر. طب لأ يلا اكتر. عادت ادور على مكان ان انا راح اتمرن فيه. بدأت اتمرن ساعتها في اجنايت. خش بقى. كنتم مثلا مش عايز اتمرن في جيم عشان كنت حاس ان الجيم ستو نورمال وان انا هروح الى ورد وبتمرن لوحتي. اكت عايز حاجات تبقى فيها ناس كتير. عايز حاجات تبقى في الناس فيها شايفاني. عشان انا بقى متبقى انتعودوا على الناس وهي شايفاني. وهم كمان مع الوقت يتعودوا. وهم يتعودوا. كانت حاجة بدأت بحاجة سالفش لي انا. بس اتحاولت بعضين ان هي ممكن تبقى الناس اللي حوالها التانية. الناس كتير. فقعدت فضعت ان انا اتمرن وسط الناس عادي وانش عارف له حاجة مش مشكلة حاجة مش هفهملها. الكوتش معي سعيدها حسين او دينا او اي ان كان او عزوزي اتشف مع بعض. انا كنتم ساعتها الجسمي نفسه. ايه اللي هعرف اعمله مش هعرف اعمله. ولسه الحد دلوقتي ولسه هفضل. في حاجات كتير اللي ببقى عملها بدأت اعملها دلوقتي مكنش عارف ان اعملها من عشر سنين. فبدأت ده بقى واحدة واحدة. طيب بلقيت الموضوع حلو. بدأ يجيب نتيجة. بدأت نفسي انا من فيس اكتر. بقى الموضوع بالنسبة لي بدأت اشتغل طيب. فهل انا هروح شغل بس وخلاص وروح واجب البطيخ انا مروح. هو ارجع البيت. ده مش عيب. بس انا شايف. بزبط. بس انا شايف ان انا لا الفرصة التانية دي مش مش عايز اعمل بيها كده. مش عايزة تبقى ال مش عايزة تعمل تبقى المجتمع. اكيد اكيد ما خدش دي كده عشان ده نفس الطريقة خلاص. فساعتها رحت بقول لك بدأت ان انا حيطة اتمرر مع حيطة الشغلة دي. ان اخلص شغلة عايزة يموت وخلص شغلة واجبي. ان انا روح اتمرر معش. طيب واحدة واحدة في شوية في شوية في شوية بيت احسن بيت احسن. طب ليه ما اخداش ناكس لابد. اتشجعت ساعتها برضو من الناس حوالي. من كوتش حوالي. طب ليه ما اتجربش. بدأت ساعتها في فبراير في الفوتو منطوشة بدأت ان انا ابدأ اخد بقى كورس وزاكر. فدي كانت البداية بالنسبة لي. طيب ماشي بقت بروفاشنال كارير بقت حتة ان احاعملها. لازم برضو محتاجين البرسنال اتشيف منت. محتاج الحاجات اللي بتسود اوار ايجو زيان بيقوله. which is normal. once you make peace every one of us هايزة نيجو. كل حد ليجو بليفنز ومستويات. ودي حاجة صحية. بس انك تعرفت. وانك تبقى عارف امتى تدوس عليه. وامتى كيك ان. بحثة مهمة جدا. how to tame it. الزبط. بحثة مهمة جدا. محتاجين الحاجات دي محتاجين. بدأت بقى طيب كل شوية اخلاص انا. حياتي من جزء من. ان انا نقسمها مايل ستونز وقسمها ستاب صغيرة. مش هبص بعيني على تارجة بعيد. ان انا هبقى paralympic athlete وخش الparalympics. عشان دي حاجة ممكن تحصل في سبعين سنة ممكن ما تحصلش. لا انا هبص خطوة خطوة. انا في الاوداتي عايزة اعرف امشي خطوط ايه. realistic milestones. انا بكرة عايزة امشي عشرة خطوات. انا بعد عايزة امشي ميت متر. نفس القصة في التمرين. واحدة واحدة. ما انا بيتحصل حصل حصل. طب خلاص بقيت. طب يلا شوفكم كتش. طب عيد بقت الموضوع. هل انا بيتبقى عندي structure and plan لكل بقى الحاجات انا عايزة اعملها في السنتين جايين. ولا الهواء انا معرفش انا عمل ايه بكرة. بس عندك ال drive. عندي ال drive أو عندي الموتف خلي موتف. فخلينا اخدها واحدة واحدة ونشوف. بدأت بقى ساعتها دخلت crossfit competition. خدت first place. طب حلو. دنيا رزيزة. فتستعدابت في اتليت في مصر. ماشي. what's next. اذا مش عارف تريع اتلم. انا بعمش ومبركبش عجل لهم. يلا اربع شهور ولا ست شهور. تمارين. تسعة تمارينات في الأسبوع. واو. مهينة مميتة. بس. مبسوط. بس يعني. بس. بس عايزة شوف اخرتها ايه. انزل عنف اوبن ووتر. وانزل وركة بعجلة واعمل مش عارف ايه. وابقى واحد من اول امبنتيس في مصر يا امبنتيس في مصر يا امبنتيس في عصان. فهي بدأت بكده. oh the way بقى لازم بقولك. كل شوية. what's next. الجزء الاساسي. اجن عشان. خلاص. عرفت. ما بين. ما بين. ما بين. بس مش لازم. مش لازم تبقى حاجة. مش لازم تبقى حاجة. مش لازم تبقى حاجة. مش لازم تبقى حاجة. مش ل برد ان انا انزل هتماشى في جنينيه تحت. ولا انزل عشان. متفرط. لما فهمت العلاقة دي. فهمت ان انا كعمر دل بيكيب. مايمتل. اه. ستابل. ايه. ايه. تمام? فيخلاص. فبيتها مش كده. ما حاول ميبقاش فيه اول. ما بقاش فيه اخر. لان انا هوصال له. ما عرفش ايه هو. بس اجن. انا عملت دلوقتي خلصت. طيب. what's next. انا بزهق بسرعة. ما عرفش همل نفسه حاجة عطول. عشان كده هتلاقي حاجات كلها. ما عشان في العلاقة يعني مش كلها نفس اللي اخده بعض دلالات مختلفة. هي انا بزهر. احب التغيير. احب حاجات عادي. ممكن ادرب في كزا حاجة في حياتي. هل كل الحاجات انا اضطتها في النجاة اعملتها? لا. في خمسين حاجة كنت اضطوهم كتارجت ومصلت لهمش. which is normal برضو. عندما في حيات اي حد. وفي الـ background كان تفكيري ان انا بالفرصة اللي خدتها دي. وبالالي انا بعمله دا لنفسي. عشان اكيب ماي مينتل ولينج ان شاك. واسوث ماي ايجو زيان بيقولوا. هوبفلي يبقى بالعشر في المية اكسبوجر اللي عندي. ان انا يبقى لي امباكت ولو صغير. على اي حد قابله ولا اي حد اشتغل مع احايا ولا حد مرانه ولا حد اخش معايا حتى اكمبيت معايا ولا. كان منها ان انا ممكن في حاجات لقيت في النص. ان انا ممكن تبقى حاجة مثلا في التمرين. انا بالنسبة لي انا بعمل حاجة عبيطة قوي. مش حاجة تفهة احنا. بس بعدين شفت ان انا حاجة تفهة زي دي بالنسبة لي. ممكن تبقى كبيرة قوي بمسح حوالية. شوف حاجات زي دي تقدم ان هو يبقى شايف ان هو يعرف في كوبنا حاجة تانية. يعرف في جوترو حاجة تانية. فده بقى بيدرايف دا. انا بعمل حاجات عشاني. واعمل حاجات عشان اساعد نفسي عشان اساعد صحيتي البدنية والنفسية. بس في نفس وقت يمكن. تساعد حد حولي. يمكن يبقى لها فايدة. بالضبط. فهنا نوصل لحتة ايه؟ اللاجسي. نوصل لحتة الامباكت والباكت والباكت. يعني ام سبيجلس. يعني. بحاول يا حضرني الاسلامة حاجات انا كنت من قبل ما اعرفك و كنت قبل ما اعرفك و كنت قبل ما اعرفك و I feel very fortunate ان احنا وتعرفنا على بعض و حتى فاكرة اول مرة قابلتك فيها كانت في البريمير بتاع معكو هو اصلا فيلم بيتكلم عن الشاركة تاكس و ساعتها كنت مخدودة جدا اللي هو لا بجد ده قلبه ميت اللي هو جاي يتفرج على فيلم جلد زيت و رمي نفس فوشي مدفع بس if anything it shows how stubborn you are in a very good way in a very inspiring way ابن انتا you don't settle for what is norm you challenge yourself على طول I believe انها قصة فيها a lot of growth a lot of evolvement كبني ادم the art of being human in general بصعوباته و بالشالنجز بتاعته و بالحاجات اللي ممكن نقول في صعوبات اختباراتها بتبقى بسيطة و في حاجات بتبقى البنية ده ما يدارش يتخيلها بس بيبقى ربنا بختار ناس معينة للميشنز دي اللي هما بيبقوا قد الميشن او بيبقوا عارفين وفلفلت انا مش في مكان اقدر اقول ان انت بيبقوا عارفين بس اقدر اقولك ان انت محتاج مقابل على الناس المقابل عليك و انا اقويلهم كم مصرابا اور امنس ارخي техعال انا احضار ببيعاتك انا 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 مقابل على المهمة و بالدهبس بتاع معنى الفائتر وطبعا يعني I would like to wrap up ده بالنهاية it's a story of faith as well لان انت لو ما كانش عندك ايمان بقدر ربنا وقدره وايمان بان انت تصدق في نفسك اصلا علشان تفضل to keep going which is برضو طالع من الايمان بالله ما كنش we've come this far شكرا على يعني على التفاصيل انا عارف انها كانت صعبة بس شكرا ان انت تحس بالسيفتي كفاية ان انت تحكي ده معي النهاردة ده حاجة كبيرة جدا عندي وشكرا على على الويل باور اللي كلنا نحب نتعلم منها حاجات كتير جدا لان if anything it's an eye-opener وkeep breaking records ولنا habíaبا بpm cheer you on i'm one of your biggest cheerleaders forever تشكلا quoi يا عمر عن اوعد ر oriented عمر اشتركوا في القناة